بسم الله الرحمن الرحيم وبعد إخوة الإسلام في كل مكان فمن رحام بيت الله الحرام انعقد هذا المجلس الحادي عشر من مجالس مدارستنا لهذا المختصر من سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم مما صنفه الإمام النووي رحمه الله تعالى في مقدمة كتابه تهذيب الأسماء واللغات نستكثر في مجلسنا هذا من صلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم ونحن نستشعر أنها ليلة عظيمة مباركة نحوز من خيراتها وبركاتها بقدر ما نستكثر من صلاتنا وسلامنا على رسول الله عليه الصلاة والسلام عدد الخلائق والنسائم والمدى صلى عليك الله يا علم الهدى يا خير من وطئ الثرى متواضع لله ميمون الطليعة مرشدا ونحن أيضا في مجلسنا هذا نتابع ما سبق من حديث في مجالس عشرة سابقة تناولنا فيها فصولا عدة وها نحن في أواني شروعنا في فصل من أواخر فصول الكتاب في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أفر الله لشيخنا ولوالديه وللسامعين قال المصنف رحمه الله فصل في معجزات رسول الله صلى الله عليه وسلم لرسول الله صلى الله عليه وسلم معجزات ظاهرات وأعلام متظاهرات تبلغ ألوفا وهي مشهورات المعجزات أو أعلام النبوة أو دلائل النبوة هذه مترادفات يقصد بها الآيات البينات التي أيد الله بها نبيه ومصطفاه صلى الله عليه وسلم فمنها ما هو حسي كنشقاق القمر ونبع الماء بين أصابعه وتكثير الطعام وتسريم الحجر ومنها ما هو معنوي كالبركة والقرآن الكريم وأثره في النفوس والهداية الكبرى وإعجاز القرآن الذي جاء به نبينا عليه الصلاة والسلام فهذه الآيات والدلائل مما هو يعد في أعمدة أركان السيرة النبوية عندما يتم استعراضها والوقوف عند كثير من مهماتها فخص لها المصنف رحمه الله هذا الفصل مقتصرا كما هو شأن مختصره على جملة من رؤوس أعلام هذه الدلائل والمعجزات فمنها القرآن المعجزة الظاهرة والدلالة الباهرة لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من حكيم حميد الذي أعجز البلغاء في أفصح الأعصار وأعياهم أن يأتوا بسورة مثله ولو استعانوا بجميع الخلق قال الله تعالى قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ضهيرا فتحداهم بذلك مع تكاثرهم وفصاحتهم وشدة عداوتهم وإلى يومنا هذا يطول الحديث عن معجزة القرآن الكريم فهو المعجزة المستمرة الباقية الخالدة إلى يوم الدين هو معجزة في أم المعجزات هو رأسها وأعظمها وأكبرها لا من حيث قوته ودلالة إعجازه ولا من حيث ديمومته وبقاء أثره واستمراره ولا من حيث أنه كلام الله وكفى القرآن فخرنا ودستورنا وشرفنا وعزنا أمة الإسلام في الحديث عن معجزة القرآن ففيه دلالات متعددة أطنب العلماء رحمهم الله تعالى في بيان وجوه إعجاز القرآن الكريم فمنها ما أشار إليه المصنف أنه تحدى به الثقلين أن يأتوا بمثله قال سبحانه قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا وتحدى هم أن يأتوا بسورة مثله أو بسورة من مثله كما في سورة يونس وهود عليهما السلام وهذا وجه من وجوه الإعجاز في كتاب الله الكريم ومنها أيضا إخباره عن ما سبق من الأمم والقرون الخالية لنبي أمي صلى الله عليه وسلم لم يكن يتلو من قبله من كتاب ولا يخطه بيمينه ومنها إخباره بالمغيبات وتنبؤه بما يكون في مستقبل الأيام ومنها إخباره عن اليوم الآخر عالم الغيب وما يكون فيه من جزاء وحساب ووعد ووعيد وجنة ونار فهذه آيات بينات في كتاب الله الكريم ووجوه الإعجاز فيها متعددة اختصر المصنف رحمه الله فيها الوجه الكبير البارز الذي هو تحدي البلغاء في أفصح الأعصار وأعياهم أن يأتوا بسورة مثله ثم قال فتحداهم مع تكاثرهم وفصاحتهم وشدة عداوتهم أن يأتوا بمثل ذلك فلم تجرؤ العرب وقد فعلت ما هو أصعب جندت الجنود وجيشت الجيوش وأزهقت الأرواح وخسرت كثيرا من مقدراتها وقد كان الأيسر عليها لو قدرت أن تأتي بشيء من مثل القرآن فكان ذلك آية في الإعجاز وأما المعجزات غيره فلا يمكن حصرها أبدا لأنها كثيرة جدا ومتجددة متزايدة هذه جملة صدر بها المصنف رحمه الله حديثه عن المعجزات المتعددة في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم فإنها على كثرتها قد أفردت لها المصنفات كمثل ما فعل الأئمة أبو القاسم الأصبهاني وأبو نعيم الأصبهاني والإمام الحافظ أبو بكر البيهقي وغيرهم رحم الله الجميع لما أفردوا دلائل النبوة في مصنفات مستقلة مفردة ساقوا فيها من الروايات والأحاديث والأخبار والحوادث الدالة على وجوه متعددة من تلك المعجزات بوابوها وصنفوها على فصول أبرز في كل وإنها ما يتعلق بمعجزات نبينا عليه الصلاة والسلام أراد المصنف أن يشير إلى أنه لن يحيط بها فقال لا يمكن حصرها أبدا لأنها كثيرة جدا ومتجددة ومتزايدة أما الكثرة فواضحة لكن التجدد والتزايد يشير به رحمه الله إلى عدد مما أخبر عنه النبي عليه الصلاة والسلام بوقوعه في أزمنة تأتي بعده فوقعت ولا تزال تقع فهذه معجزات وإخباره أيضا بصيرورة الأمر آخر الزمان دولة للإسلام وانتشارا وظهورا له على الدين كله وإظهارا له على أعدائه وكل ذلك كائن وكان وسيكون بأمر الله سبحانه وتعالى ولكن أذكر منها أمثلة وذلك كانشقاق القمر سنأتي على هذه المعجزات واحدة واحدة مشيرين باختصار إلى بعض أبرز ما جاء من ذلك في روايات السنة الدالة على المعجزات التي يشير ليه المصنف رحمه الله تعالى انشقاق القمر صدر القرآن ذلك في سورة القمر في قوله سبحانه وتعالى اقتربت الساعة وانشق القمر وإن يروا آية يعرضوا ويقولوا سحر مستمر وكذبوا واتبعوا أهواءهم في صحيح البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال انشق القمر على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم شقتين فقال النبي صلى الله عليه وسلم اشهدوا اشهدوا وفي حديث ابن مسعود كذلك فيما أخرج غير البخاري ومسلم قال انشق القمر فئتين ونحن بمكة فقال كفار قريش هذا سحر سحركم به ابن أبي كبشة يعني رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى السفار يعني المسافرين فإن كانوا قد رأوا ما رأيتم وإلا فإنه سحر سحركم وقدموا من غير وجه فسئلوا فقالوا قد رأينا ما رأيتم وفي حديث أنس عند مسلم قال ان اهل مكة سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن آية فأراه منشقاق القمر مرتين ونبع الماء من بين أصابعه نبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم آية تكررت في حوادث السيرة في غير ما موضع من ذلك حديث ابن مسعود في صحيح البخاري رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وسلم في سفر فأتي بإناء فيه ماء فوضع يده في الإناء فجعل الماء يفور من بين أصابعه فقال حي على الوضوء والبركة من الله قال فتوضأ القوم كلهم أما حديث جابر في الصحيحين فآية قال رضي الله عنه لما كنا يوم الحديب أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بركوة من ماء والركوة الإناء الصغير قال فجهش الناس يعني أسرعوا لأخذ الماء فقلنا ما مع الناس ماء إلا ما بين يديك يا رسول الله قال فوضع النبي صلى الله عليه وسلم يده في الركوة فجعل الماء يفور من بين أصابعه كأنها العيون فأصاب الناس من الماء حاجتهم قال قلت له لجابر كم كنتم يعني هذا الماء الذي فار من بين أصابعه كم كان عدد الصحابة الذين أخذوا من ذلك الماء وتوضأوا وشربوا قلنا كم كنتم قال لو كنا مئة ألف كفانا كنا خمس عشرة مئة يعني ألف وخمسمائة إنسان مع النبي عليه الصلاة والسلام يوم الحديبية في رواية أحمد من حديث جابر لما قال أما في القوم طهور جاء رجل بفضل ماء في إداوة فصبه في قدح فتوضأ النبي عليه الصلاة والسلام وأتي القوم ببقية الطهور فتمسحوا فسمعهم رسول الله فقال على رسلكم فضرب يده في القدح في جوف الماء ثم قال أسبغ الطهور قال جابر والذي أذهب بصري لأن جابرا قد كف بصره آخر عمره رضي الله عنه قال والذي أذهب بصري لقد رأيت الماء يخرج من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم فلم يرفع يده حتى توضأوا أجمعون وكنا يومئذ بضعة عشر ومئتين عن أبي قتادة قال كنا مع النبي عليه الصلاة والسلام في سفر فقال أمعكم ماء قال نعم معي ميضأة فيها شيء مما فقال اتي بها فأتيت بها فقال مسوا منها فتوضأ القوم وبقي في الميضأة يعني الإناء الذي يكون فيه ماء الوضوء بقي فيه جرعة فقال ازدهر بها يعني احتفظ بها يا أبا قتادة فإنه سيكون لنا بها مآل وساق الحديث وهو عند البخاري ومسلم كذلك لما اجتمعوا فأمر الناس أن يأخذوا من الماء كفايتهم قال فشربوا ثم شرب بعدي وبقي في الميضأة نحهم مما كان فيها وهم يومئذ ثلاثمائة وغير ذلك في عدد من الروايات التي ثبت فيها أن الصحابة رأوا بأم أعينهم هذه المعجزة في نبع الماء من بين أصابع رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكثير الماء والطعام تكثير الماء والطعام أيضا هذا وارد كثير فأما نبع الماء من بين أصابعه فغير تكثير الماء الذي قد يكون بسبب غير ذلك في حديث معاذن الذي أخرج مسلم قال رضي الله عنه إنهم خرجوا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تبوك قال فكان يجمع بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء جميعا ثم قال إنكم ستأتون إن شاء الله عين تبوك وإنكم تأتونها حين يضحى النهار يعني يرتفع الضحى فمن جاءها فلا يمس من مائها شيئا حتى آتي قال فجئنا وقد سبق إليها رجلان والعين مثل الشراك تبض بشيء من مائها يعني أن ضعيفة في إخراج الماء ولذلك أمرهم أن لا يمسها أحد حتى يقدم هو عليه الصلاة والسلام قال فسألها فسبقهم رجلان فسألهما هل مسستما من مائها شيئا قال نعم فسبهما رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني أغلظ لهما في الكلام وقال لهما ما شاء الله أن يقول ثم غرفوا من العين بأيديهم قليلا حتى اجتمع في شيء من قلته قال ثم غسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه وجهه ويديه ثم أعاده فيها في البئر يعني فجرت العين بماء كثير فاستقى الناس ثم قال عليه الصلاة والسلام يا معاذ يوشك إن طالت بك حياة أن ترى ما ها هنا قد ملئ جنانا يعني تبوك وما حولها وهي اليوم جنان مزارع خضراء ومساحات شاسعة ومثل ذلك أحاديث عدة أيضا في قصة تكثير الماء والطعام بين يدي رسول الله عليه الصلاة والسلام ومن أصح ذلك وأكثره شهرة في السيرة حديث أنس رضي الله عنه لما قال أبو طلحة لأم سليم لقد سمعت صوت رسول الله صلى الله عليه وسلم ضعيفا أعرف فيه الجوع فهل عندك من شيء قالت نعم فأخرجت أقراصا من شعير ثم أخرجت خمارا لها فلفت الخبز ببعضه ثم دسته تحت يدي وزودتني ببعضه هذا أنس يقول دسته تحت يدي وزودتني ببعضه ثم أرسلتني إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وذهبت به فوجدت رسول الله صلى الله عليه وسلم في المسجد ومعه الناس فقمت عليهم فقال لي رسول الله صلى الله عليه وسلم أرسلك أبو طلحة قال أنس فقلت نعم قال الطعام قلت نعم فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لمن معه قوموا قال فانطلق وانطلقت بين أيديهم حتى جئت أبا طلحة فأخبرته فقال أبو طلحة يا أم سليم قد جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم بالناس وليس عندنا من الطعام ما نطعمهم قالت الله ورسوله أعلم فانطلق أبو طلحة فتلقى رسول الله صلى الله عليه وسلم فأقبل وهو وأبو طلحة معه حتى دخلا فقال عليه الصلاة والسلام هلمي يا أم سليم ما عندك يعني اتيني بالطعام فأتت بذلك الخبز فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم ففت وعصرت أم سليم عكة فأدمته يعني كان عندها شيء من الدهن في عكة فأدمته يعني جعلته إداما لذلك الخبز ثم قال عليه الصلاة والسلام فيه ما شاء الله أن يقول يعني دعا بدعوات وسأل الله البركة قال فأذل عشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذل عشرة فأذن لهم فأكلوا حتى شبعوا ثم خرجوا ثم قال أذل عشرة فأذن لهم قال فأكل القوم كلهم حتى شبعوا والقوم سبعون أو ثمانون رجلا والحديث كما تقدم مما أخرجه الشيخان البخاري ومسلم ومثل ذلك حديث عبد الرحمن بن أبي بكر رضي الله عنه قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ثلاثين ومئة فقال هل مع أحد منكم طعام فإذا مع رجل صاع من طعام فجيء به ثم جاء رجل مشرك مشعان طويل بغنيمة يسوقها رجل مشعان يعني طويل طولا بائنا بغنيمة يسوقها فقال النبي عليه الصلاة والسلام أبيع أم عطية أم هبة فقال لا بل بيع فاشترى منه شاتا وأمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بسواد البطن أن يشوى فقال ويم الله ما من الثلاثين ومئة إلا وقد حز له رسول الله صلى الله عليه وسلم أو جز له منه جزة وجعل منها قصعتين فأكلنا أجمعون وفضل في القصعتين فحمل على البعير والحديث أيضا أخرجه الشيخان البخاري ومسلم وغير ذلك أيضا كثير وفير في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يضرب به المثال في هذا الباب من تكثير الطعام بين يديه عليه الصلاة والسلام وتسبيح الطعام تسبيح الطعام المراد به النطق بالتسبيح لله جل وعلا وهذه معجزة خارقة في حديث أبي ذرن الغفاري رضي الله عنه الذي أخرجه ابن أبي عاصم والطبراني في الأوسط قال إني لشاهد عند النبي صلى الله عليه وسلم في حلقة وفي يده حصى فسبحن في يده وفينا أبو بكر وعمر وعثمان وعلي يسمع تسبيحهن من في الحلقة ثم دفعهن النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبي بكر فسبحن مع أبي بكر ثم دفعهن إلى عمر فسبحن في يده يسمع تسبيحهن من في الحلقة ثم دفعهن إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسبحن في يده يسمع تسبيحهن من في الحلقة ثم دفعهن إلى عثمان فسبحن في يده ثم دفعهن إلينا فلم يسبحن مع أحد منا والحديث أخرجه ابن أبي عاصم وغيره وهذا كما أخرج أيضا الترمذي في سننه والحديث أصله في البخاري قال ابن مسعود رضي الله عنهما رضي الله عنه كنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم نعد الآيات بركات وأنتم تعدونها تخويفا بينما نحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس معنا ماء فقال اطلبوا من معه فضل ماء فأتي بماء فصبه في إناء ثم وضع كفه فيه فجعل الماء يخرج من بين أصابعه فقال حي على الطهور المبارك والبركة من الله قال عبد الله فشربنا منه وكنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل يعني بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وحنين الجذع أما حنين الجذع فالمراد به تلك الآية الكريمة التي كانت في الجذع الذي كان يخطب عليه صلى الله عليه وسلم في الصحيح من حديث جابر رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يقوم الجمعة إلى شجرة أو نخلة يعني يخطب عليها يتخذها منبرة فقالت امرأة من الأنصار أو رجل يا رسول الله ألا نجعل لك منبرة فقال إن شئتم فجعلوا له منبرا فلما كان يوم الجمعة دفع إلى المنبر أو دفع عليه الصلاة والسلام إلى المنبر يعني صعد عليه ليخطب فصاحت النخلة صياح الصبي ثم نزل النبي صلى الله عليه وسلم فضمها إليه تأن أنين الصبي الذي يسكن قال كانت تبكي على ما كانت تسمع من الذكر عندها وفي رواية قال فلما صنع له المنبر وكان عليه فسمعنا من ذلك الجذع صوتا كصوت العشار وهي الناقة التي وضعت وليدها للتو حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فوضع يده عليها فسكنت وقد قال قائلهم فيا حامدا معنا بصورة عاقل أما لك من قلب شهيد ولا سمعي يحن إليه الجذع شوقا وما لنا ألسنا بذاك الشوق أولى من الجذع صلى الله عليه وآله وسلم وتسليم الحجر تسليم الحجر كما ثبت في الصحيح من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأعرف حجرا بمكة كان يسلم علي قبل أن أبعث إني لأعرفه الآن وفي رواية غير مسلم قال لما كانت ليالي بعثت ما مررت بشجر ولا حجر إلا قال السلام عليك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم وتكليم الذراع المسمومة تكليم الذراع المسمومة في قصة المرأة اليهودية التي أهدت الشاتة وقد وضعت فيها السم إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة رضي الله عنه عند البخاري قال لما افتتحت خيبر أهديت لرسول الله صلى الله عليه وسلم شات فيها سم فقال اجمعوا إلي من كان هاهنا من اليهود فجمعوا له فقال لهم إني سائلكم عن شيء فهل أنتم صادقية عنه قالوا نعم يا أبا القاسم قال هل جعلتم في هذه الشات سما قالوا نعم قال ما حملكم على ذلك قالوا أردنا إن كنت كاذبا نستريح منك وإن كنت نبيا لم يضرك وفي حديث أنس رضي الله عنه أن اليهودية لما أتت بالشات المسمومة فأكل منها فجيء بها النبي عليه الصلاة والسلام فسألها عن ذلك قالت أردت قتلك فقال ما كان الله ليسلطك على ذلك فقالوا ألا نقتلها قال لا والحديث في الصحيحين كما تقدم وفي غير الصحيحين كما عند البزاري في المسند وأبي داود في سننه أن النبي عليه الصلاة والسلام لما مد يده ليأكل قال إن عضوا من أعضائها يخبرني أنها مسمومة فامتنع رسول الله صلى الله عليه وسلم وامتنع من معه وفي رواية أبي داود في سننه قال فأكل منها وأكل القوم فقال ارفعوا أيديكم فإنها أخبرتني أنها مسمومة فمات بشر بن البراء بن معرور الأنصار من ذلك السم وفي الحديث قصة والنبي عليه الصلاة والسلام قد ترك وعفى عنها بعدما رأى أن ذلك أعون لها على قبول الإسلام والهداية بدين الله جل وعلا ومشي الشجرة إليه واجتماع شجرتين المتباعدتين ورجوعهما إلى مكانيهما هذا من المعجزات الحسية وخوارق العادات البارزة يقول أنس رضي الله عنه كما في الحديث الذي أخرجه ابن ماجة لما قال غدت قريش على رسول الله صلى الله عليه وسلم فنالوا منه حتى أدموه فصعد حراء كئيبا حزينا فأتاه جبريل عليه السلام فقال ترى ما صنع بي قال أريك آية قال نعم قال ادعو تلك الشجرة فدعاها فجاءت تجر عروقها فقال مرها فلترجع إلى موضعها فأمرها فرجعت فقال ما أبالي ما صنع بي بعد اليوم وفي حديثي على ابن مرة الذي أخرجه ابن أبي عاصم والطبراني في المعجم الكبير والحاكم في المستدرك قال كنت مع النبي صلى الله عليه وسلم ونزلنا بأرض فيها شجر كثير فقال لي اذهب إلى تلك الشجرتين فقل لهما إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمع قال فذهبت إليهما فقلت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركما أن تجتمع قال فاجتمعت فقضى رسول الله صلى الله عليه وسلم حاجة وقال اذهب فقل لهما ينفرقاني قال فقلت لهما فتفرقتا هذه الحركة والمشي والاجتماع والذهاب والمجيء خارق من خوارق العادات ساقه رب العزة والجلال معجزة لنبيه عليه الصلاة والسلام ودرور الشات الحائل درور مصدر للفعل در أي خرج الحليب يدر إدرارا من شات حائل الشات الحائل يعني ليست حاملا فإنما يدر الحليب من صدور الأمهات في الإنسان وفي الحيوان لا يكون إلا بعد حمل إلا ما ندر وهذا الدرور من حليب الشات كانت شاتا حائلا فهذا وجه الإعجاز فيها ولعله يقصد قصة شات أم معبد الخزاعية التي مر بها النبي عليه الصلاة والسلام بصحبة الصديق أبي بكر رضي الله عنه في حادثة الهجرة وثالثهما الدليل عبد الله بن أوريقث وفي الحديث في القصة التي أخرجها البزار والبيهقي وغير واحد من الحفاظ أنه عليه الصلاة والسلام لما سألها هل عندكم من طعام قالت ما عندنا طعام ولا لنا منحة ولا شات إلا حائل فدعا ببعض غنمها فمسح ضرعها بيده ودع الله ثم شرب وشربت منه أم معبد ومن كان برفقته عليه الصلاة والسلام وفي ذلك عدة روايات لا يخلوم كثير منها من ضعف وفي الجملة كما يقول الحافظ بن كثير إن طرق الحديث مشهورة كثيرة ولعله يبلغ به درجة الحسن لكثرة طرقه وفيه أيضا ما ذكر في الرواية هنا من شأن كرم النبي عليه الصلاة والسلام وطيب خلقه وأنه لما سال أم معبد عن ما يجده من طعام عندها فلم ترى شيئا فأذنت له في أن يحلب الشات وهي تعلم أنها ليس بها لبن أو حليب يحلب فلما قدم عليه وأكرمتهم بهذا الذي كان عندها وجدت المعجزة في إدرار الحليب من تلك الشات وهي على ضعفها وعجزها إنما كانت عندها لم تسرح مع الغنم لهزالها وضعفها أن تخرج ماشية مع الغنم ترعى فصلى عليه ربنا صلى الله عليه وسلم ورده عين قتادة بن النعمان بعد أن ندرت وصارت في يده إلى مكانها فلم تكن تعرف بعد ذلك وتفله في عين علي وكان أرمد فبرئ من ساعته ومسحه رجل عبد الله بن عتيك فبرئت في الحال هذه مواقف من المعجزات في الطب النبوي والآيات التي أجراها الله مداواتاً لبعض البشر على يديه صلى الله عليه وسلم أما قصة قتادة بن النعمان فالحديث الذي أخرجه غير واحد أنه عليه الصلاة والسلام مسح على رجلي أن قتادة بن النعمان كما يقول ابن إسحاق حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رمى عن قوسه حتى اندقت سنتها أو سيتها فأخذها قتادة بن النعمان فكانت عنده وأصيبت يومئذ عين قتادة بن النعمان حتى وقعت على وجنته فقال حدثني عاصم بن عمر بن قتادة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ردها بيده فكانت أحسن عينيه وأحدهما الحديث إسناده مرسل وضعفه الذهبي وأخرجه الحاكم من طريق الواقدي ولا يصح أيضا وأخرجه البيهقي كذلك مرسلا وفي إسناده من يتهم بالضعف ووضع الحديث فمجموع طرق الحديث في كلها ضعيف لكن الألبان رحمه الله قال إنما هو عند ابن معيم من طريقين آخرين فهو يتقوى بهما وإن كان بعض أهل العلم يرى الحديث لا يصح سنده أنه يغني عنه في هذه المعجزات النبوية المواقف الأخرى والآثار المتعلقة بعلي وعبد الله بن عتيك وغيرهما فأما قصة علي رضي الله عنه فأنه يوم خيبر كان يشتكي عينيه فجيء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم لما سأل عنه وقد افتقده فأتي بعلي فبصق في عينيه ودعا له فبرئ حتى كأن لم يكن به وجع والحديث في الصحيحين وقصة عبد الله بن عتيك لما مسح النبي عليه الصلاة والسلام على رجله وقد انكسرت ساقه في قصة قتل ابن أبي الحقيق اليهودي في خيبر فقال له أبسط رجلك قال فبصدت رجلي فمسحها فكأنها لم أشتكيها قط والحديث أخرجه البخاري ومنها أيضا ما جرى لسلمة بن الأكوع رضي الله عنه حين أصيبت ركبته يوم خيبر قال فأتيت النبي صلى الله عليه وسلم فنفث فيه أي في موضع الإصابة ثلاث نفثات قال فمشتكيت حتى الساعة والحديث أخرجه البخاري وقد وضع ربنا عز وجل في يدي نبيه صلى الله عليه وسلم بركة المداوات والشفاء بأمر الله لتكون آية من آياته عليه الصلاة والسلام وإخباره بمصارع المشركين يوم بدر هذا مصرع فلان فلم يعدوا مصارعهم وإخباره بقتله أبي بن خلف مصارع المشركين يعني المواضع التي يصرعون فيها ويقتلون يوم بدر في مسند أحمد لما خرج النبي عليه الصلاة والسلام يوم أحد وقد تجهز ليلته لملاقاتهم من صبيحة الغد قال إن كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ليرينا مصارعهم يقول هذا مصرع فلان غدا إن شاء الله يعني هذا موضع موته صريعا وهذا مصرع فلان غدا إن شاء الله قال فجعلوا يصرعون عليها فقال قلت والذي بعثك بالحق ما أخطأوا تيكا يعني لم يخطئوا تلك الإشارات التي أشار بها النبي عليه الصلاة والسلام حيث صرعوا كانوا يصرعون عليها ثم أمر بهم فطرحوا في بئر فانطلق إليهم فقال يا فلان يا فلان هل وجدتم ما وعدكم الله حقا فإني وجدت ما وعدني الله حقا قال عمر يا رسول الله أتكلم قوما قد جييفوا قال ما أنتم بأسمع لما أقول منهم ولكنهم لا يستطيعون أن يجيبوا وعند ابن حبان لما قال عليه الصلاة والسلام هذا مصرع فلان وهذا مصرع فلان لما ورد بدرا وقد تجهز للقتال أو ما إلى الأرض يشير عليه الصلاة والسلام يقول أنس فوالله ما أماط واحد منهم عن مصرعه يعني لم يغير أحدهم أو يعني يتباعد عن المكان الذي أشار إليه النبي عليه الصلاة والسلام ثم تركوا ثلاثا وهم قتل بدر فأتاهم فقام عليهم فقال يا أبا جهل بن هشام يا أمية بن خلف يا عتبة بن ربيعة يا شيبة بن ربيعة أليس قد وجدتم ما وعد ربكم حقا فإني وجدتم ما وعد ربي حقا وفيه قال عمر يا رسول الله كيف يسمعون قولك كما تقدم في الحديث فكان آية من الآيات التي ذكر الله عز وجل أو ذكرت لرسول الله عليه الصلاة والسلام وأما قتله أبي بن خلف فذاك يوم أحد لما قال أين محمد لا نجوت إن نجى وهو يريد قتله فأقبل والنبي عليه الصلاة والسلام قد أخذ رمحه فقال تركوه إني قاتله وأخبر بأنه سيقتله فخدشه يوم أحد خدشا لطيفا فكانت ميتته فيه لما كر راجعا فمات في الطريق أخزاه الله وإخباره بأن طائفة من أمته يغزون البحر وأن أم حرام منهم فكان كذلك في حديث مسلم عن أنس رضي الله عنه قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يدخل على أم حرام بنت ملحان فتطعمه وكانت أم حرام تحت عبادة بن الصامت رضي الله عنه فدخل عليها يوما فأطعمته ثم جلست تفلي رأسه فنام رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم استيقظ وهو يضحك قالت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله يركبون ثبج هذا البحر ملوكا على الأسرة أو قال مثل الملوك على الأسرة ثم قال فقلت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم فدعا لها ثم وضع رأسه فنام ثم استيقظ وهو يضحك فقالت ما يضحكك يا رسول الله قال ناس من أمتي عرضوا علي غزاة في سبيل الله كما قال في الأولى قالت يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم قال أنت من الأولين قال أنس فركبت أم حرام بنت ملحان البحر في زمن معاوية يعني في القوافل التي غزت البحر فاتحة بالإسلام قال فصرعت عن دابتها حين خرجت من البحر فهلكت رضي الله عنها وأرضاه يعني ماتت بعد ركوبها البحر في تلك الغزاة التي خرجت زمن الخليفة معاوية ابن أبي سفيان رضي الله عنهم جميعا وبأنه يفتح على أمته ما زوي له من مشارق الأرض ومغاربها وبأن كنوز كسرى تنفقها أمته في سبيل الله عز وجل وبأنه يخاف على أمته ما يفتح عليهم من زهرة الدنيا وبأن خزائن فارس والروم تفتح لنا نعم هذه جملة من أخبار المبشرات والخيرات التي تفتح على الأمة في حديث صحيح مسلم عن ثوبان مولى رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله تعالى زواني الأرض حتى رأيت مشارقها ومغاربها وأعطاني الكنزين الأحمر والأبيض يعني أنه أوتي عليه الصلاة والسلام من الكنوز أبوابا عدة وفي حديث العرباض بن سارية قال لو تعلمون ما ذخر لكم ما حزنتم على ما زوي عنكم ولا يفتحن لكم فارس والروم وبنثله أيضا فيما أخرج أحمد والطبراني لتفتحن عليكم فارس والروم فبشر صلى الله عليه وسلم بتلك البشارات وأيضا أشار المصنفون إلى ما جاء في حديث البخاري لما قال عليه الصلاة والسلام في حديث عدي بن حاتم الطائم وفيه طول لكنه قال في أثنائه ولئن طالت بك حياة يخاطب صلى الله عليه وسلم عدي بن حاتم قال ولئن طالت بك حياة لتفتحن كنوز كسرى قال عدي قلت كسرى بن هرمز يعني كسرى فارس هو لا غير كسرى بن هرمز قال كسرى بن هرمز ولئن طالت بك حياة لترين الرجل يخرج ملأ كفه من ذهب أو فضة يطلب من يقبله منه فلا يجد أحدا يقبله منه الحديث وفيه قصة طويلة وقد أخرجه الشيخان البخاري ومسلم في الصحيحين وهي آية عظيمة من الآيات التي أراد الله عز وجل أن تكون على يد رسوله عليه الصلاة والسلام بهذا الوجه من الإخبار والتنبؤ بها بشارة في صحيح ابن حبان عن عبد الله بن عمر والحديث أيضا أصله في صحيح مسلم لما قال عليه الصلاة والسلام قال عبد الله بن عمر إذا فتحت عليكم خزائن وفارس والروم أي قوم أنتم قال عبد الرحمن بن عوف نكون كما أمرنا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون في صحيح مسلم الحديث بلفظه إذا فتحت عليكم فارس والروم أي قوم أنتم هكذا يقول عبد الله بن عمر فقال ابن عوف نقول كما أمرنا الله قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أو غير ذلك تتنافسون ثم تتحاسدون ثم تتدابرون ثم تتباغضون أو نحو ذلك ثم تنطلقون في مساكين المهاجرين فتجعلون بعضهم على رقاب بعض يحذر عليه الصلاة والسلام أمته مما يفتح عليهم من زهرة الدنيا كما أشار المصنف رحمه الله تعالى وبأن سراقة ابن مالك يسور بسواري كسرى أما سراقة ابن مالك فقصته في أصلها في صحيح البخاري في قصة هجرة رسول الله عليه الصلاة والسلام وعلاقة ذلك بامتلاك أملاك فارس والروم هي متصلة ببعض والبشارات التي يعضد بعضها بعضا قال عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث جابر بن سمرة رضي الله عنه إذا هلك قيصر فلا قيصر بعده وإذا هلك كسر فلا كسر بعده والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما في سبيل الله ففتحت فارس من الروم أنفقت الكنوز في سبيل الله عز وجل وهذه من بشاراته عليه الصلاة والسلام أما قصة سراقة فالقدر منها في الصحيح أنه لما أقبل على النبي عليه الصلاة والسلام وصاحبه أبي بكر وقد أدرك مكانهما يريد جائزة قريش التي وعدت بها من يدل عليهما دعا نبينا عليه الصلاة والسلام عليه فغاصت قوائم فرسه وساخت في الأرض فطلب الأمان وأعطاهما الأمان وطلب من النبي عليه الصلاة والسلام النجاح هذا القدر في صحيح البخاري وانصرف وفي غير صحيح البخاري فيما أورد الحافظ بن عبد البر في الاستيعاب في ترجمة سراقة ومثله الحافظ بن حجر في الإصابة في ترجمة سراقة تعليقا عن سفيان بن عيينة مرسلا من حديث الحسن أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لسراقة بن مالك كيف بك إذا لبست سواري كسرى ومتى فتحت فارس زمن الخليفة عمر رضي الله عنه فلما جئ الخليفة الفاروق عمر رضي الله عنه بالكنوز والأموال أتي بسواري كسرى ومنطقته وتاجه فدعا سراقة فألبسه إياهما وكان سراقة رجلا أزب كثير شعر الساعدين يعني رجلا مشعر البدن يعني كثير الشعر فقال له رفع يديك فقال الله أكبر الحمد لله الذي سلبهما كسرى بن هرمز الذي كان يقول أنا رب الناس وألبسهما سراقة بن مالك بن جعشم أعرابي رجل من بني مدلج ورافع بها عمر صوته وأخذ أخرج البيهقي ذلك أيضا من طريق الإمام الشافعي في قصة سراقة رضي الله عنه وأرضاه وبأن الحسن بن علي يصلح الله به بين فئتين عظيمتين من المسلمين في صحيح البخاري من حديث أبي بكرة وفيع بن الحارث رضي الله عنه قال أخرج النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم الحسن فصعد به على المنبر فقال ابني هذا سيد ولعل الله أن يصلح به بين فئتين من المسلمين والمراد به ما حدث بعد زمن الفتنة لما قتل علي رضي الله عنه ثم صار تنازع الأمر بين أطراف عدة وكان الأمر يؤول إلى الحسن ثم رأى التنازع فتنازل عن ذلك يعني الإمره والحكم لمعاوية ابن أبي سفيان فأصلح الله به بين فئتين عظيمتين وصدقت نبوءة جده رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فهو سيد في الدنيا بمثل هذه المواقف العظيمة النبيلة التي حقنت الدماء وجمعت كلمة الأمة وهو سيد في الآخرة كما قال عليه الصلاة والسلام الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة وبأن سعد بن أبي وقاص يعيش حتى ينتفع به أقوام ويضر به آخرون سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه مرضى مرضى في مكة عام حجة الوداع فدخل النبي عليه الصلاة والسلام يعوده فوجده يشتكي المرضى شدة وهو يستوصي رسول الله عليه الصلاة والسلام في أمر تركته وماله فكان في كلامه وهو يخشى أن يموت قال يا رسول الله أخلف بعدكم بمكة يعني تتركونني وتذهبون إلى المدينة وأبقى بعدكم مخلفا فقال له عليه الصلاة والسلام يا سعد لعلك أن تعيش أو أن تبقى فيطول بك العمر حتى ينتفع بك أقوام ويضر بك آخرون فعاش سعد رضي الله عنه عمرا طاب وعادت له العافية وكثر ماله وأهله وهو يقول في أول الحديث يا رسول الله إني ذو مال وليس لي إلا ابنة تريثني أفأتصدق بمال كله الحديث وفيه قصة فالشاهد من ذلك أنه عليه الصلاة والسلام أخبره بامتداد عمره وبقية حياته حتى ينتفع به أقوام ويضر به آخرون والمراد بالانتفاع ما كان من قيادته للغزو وخروجه للجهاد وإمرته في العراق فانتفع به أقوام وضر به آخرون يعني أعداء الإسلام الذين كانت الهزائم بما نالهم على يدي سعد رضي الله عنه وأرضاه وبأن النجاشية مات يومكم هذا وهو بالحبشة قام عليه الصلاة والسلام بين أصحابه ذات يوم كما في حديث جابر رضي الله عنه والحديث في صحيح البخاري قال حين مات النجاش قال مات اليوم رجل صالح قوموا فصلوا على أخيكم أصحاما فصلى عليه وكبر أربعا صلى الله عليه وسلم وكم بين المدينة والحبشة مسافات طوال تقطع في الأيام والأسابيع ما كان ذلك إلا آية دالة على معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم وبأن الأسود العنسي قتل ليلتكم هذه وهو باليمن أما الأسود العنسي فأحد مدعي النبوة كما في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال بين أنا نائم رأيت أنه وضع في يدي سواران من ذهب ففضعتهما وكرهتهما فأذن لي فنفختهما فطارا فأولتهما كذابين يخرجان قال عبد الله أحدهما العنسي الذي قتله فيروز باليمن والآخر مسيلمة وكلاهما قد قتل بعد أن ادعى النبوة أخزاه الله وبأن المسلمين يقاتلون الترك صغار العين عراض الأعين وبأن المسلمين يقاتلون الترك صغار الأعين عراض الوجوه ذلف الأنوف هذه إحدى النبوآت كما قال صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان اللفظ عند مسلم لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما نعالهم الشعر ولا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما صغار الأعين ذلف الأنوف وفي لفظ البخاري لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا قوما كأن وجوههم المجان المطرقة وفي رواية صغار الأعين ذلف الأنوف كأن وجوههم المجان المطرقة قال عليه الصلاة والسلام في الحديث هاهنا حتى تقاتلوا قوما فلم يسمهم باسم ولم ينسبهم إلى بلد وفي غيره أنه وصفهم بالترك صلى الله عليه وسلم والمراد بهم كما قال شراح الحديث أقرب ما يكون في ذلك الوصف هم من غزى بلاد الإسلام من المغول والتتر ويصدق عليهم الوصف أن وجوههم كالمجان المطرقة يعني أنها مستديرة كثيرة اللحم وأن فيها تدويرا وفيها الوصف المذكور صغار الأعين ذلف الأنوف والعلم عند الله وبأن اليمن تفتح عليكم والشام والعراق وبأن المسلمين يجندون ثلاثة أجناد جندا بالشام وجندا باليمن وجندا بالعراق يقول عليه الصلاة والسلام في الحديث الذي أخرج أحمد وأبو داود وغيرهما قال ستكون أجناد مجندة شام ويمن وعراق والله أعلم بأيها بدأ قال وعريكم بالشام ألا وعريكم بالشام ألا وعريكم بالشام فمن كره فعليه بيمنه واليسق من غدره فإن الله عز وجل توكل لي بالشام وأهله مبوآت أخبر فيها صلى الله عليه وسلم عن أجناد الإسلام التي ستكون يعني كتائب وجبهات عظيمة تنصر الإسلام وتقود الفتوحات وتذب عن بلاد الإسلام وعن جزيرة العرب وبأنهم يفتحون مصر أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة في صحيح مسلم من حديث أبي ذرن الغفاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحمة وعند ابن حبان قال حرملة يعني بالقيراط أن قبط مصر يسمون أعيادهم وكل مجمع لهم القيراط فيقولون نشهد القيراط فلهذا قال ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط وبأن أويسا القرنية يقدم عليكم في أمداد أهل اليمن كان به برص فبرئ منه إلا قدر درهم فقدم كذلك على عمر أويس بن عامر القرني سيد سادات التابعين على الإطلاق والحديث طويل في صحيح مسلم كان عمر رضي الله عنه إذا أتى عليه أمداد أهل اليمن يعني القوافل القادمة من هناك يسألهم أفيكم أويس بن عامر حتى أتى على أويس ذات يوم في قافلة فقال أنت أويس بن عامر قال نعم قال من مراد ثم من قرن قال نعم قال فكان بك برص فبرأت منه إلا موضع درهم قال نعم قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول يأتي عليكم ويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن كان به برص فبرأ منه إلا موضع درهم له والدة هو بها بر لو أقسم على الله لا أبره فإن استطعت أن يستغفر لك فافعل فاستغفر لي قال فاستغفر له فقال عمر أين تريد قال الكوفة قال ألا أكتب لك إلى عاملها قال أكون في غبراء الناس أحب إلي إلى آخر الحديث وفيه قصة في زهدي أويس وانقطاعه عن الدنيا وصدقي ما أخبر عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأن طائفة من أمته على الحق لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق الحديث وألفاظه متعددة ربما بلغت التواتر في معناها الذي يدل على أن الله لن يخري أمة الإسلام من طائفة وفئة تثبت على الحق وتقول كلمة الحق لا يضرها من خذ لها تقاوم من يصاول بالباطل ويعلو بصوته عليه وأن الله يثبتها فيحفظ الله الدين بهم وتبقى على مختلف القرون وتعاقب الأزمان محفوظة بأمر الله يحفظ الله تعالى به دينه في ألفاظ متعددة لا تزال طائفة من أمة يقاتلون على الحق حتى تقوم الساعة لا تزال طائفة من أمة ظاهرين على الحق لا يضرهم من خذ لهم حتى يأتي أمر الله وهم كذلك في ألفاظ كثيرة متعددة هذا مرادها وبأن الناس يكثرون وبأن الأنصار يقلون في صحيح البخاري قال النبي عليه الصلاة والسلام وقد صعد المنبر ذات يوم فقال إن هذا الحي من الأنصار يقلون ويكثر الناس فمن ولي شيئا من أمة محمد صلى الله عليه وسلم فاستطاع أن يضر فيه أحدا أو ينفع فيه أحدا فليقبل من محسنهم ويتجاوز عن مسيئهم رضي الله عنهم وأرضاهم وبأن الأنصار يلقون بعده أثرة يشير إلى ما أخبرهم به عليه الصلاة والسلام يوم فتح مكة بعد قسمة غنائم حنين وهو يطيب خواطرهم لما لم يعطهم شيئا وأعطل الناس كلهم فقال يا معشر الأنصار ألا ترضون أن يذهب الناس بالشاء والبعير وترجعون برسول الله صلى الله عليه وسلم إلى دهاركم وقال في آخر الحديث لهم إنكم ستلقون بعد أثرة فاصبروا حتى تلقوني على الحوم وأعلن عليه الصلاة والسلام حبه للأنصار وجعل حبه من حبهم وجعل حبهم علامة الإيمان رضي الله عنهم وعن سائر صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم وبأن الناس لا يزالون يسألون حتى يقولوا هذا خلق الله هذا خلق الله الخلق يشير إلى قوله عليه الصلاة والسلام في الصحيحين لن يبرح الناس يتساءلون حتى يقولوا هذا الله خالق كل شيء فمن خلق الله يشير إلى ما ينفتح على الناس من أبواب الشك والريب وضعف الدين وتسلط الإلحاد وتمرد العقل عياذا بالله كل هذه الأخبار هي من النبوآت التي أخبر بها عليه الصلاة والسلام فوقعت وبعضها لا يزال في الوقوع متتابعا وبأن رويفع بن ثابت تطول به الحياة وبأن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية وبأن هذه الأمة ستفترق وبأنه سيكون بينهم قتال في سنن أبي داود من حديث رويفع بن ثابت الأنصاري رضي الله عنه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال له يا رويفع لعل الحياة ستطول بك بعدي فأخبر الناس أنه من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا منه بريء صلى الله عليه وسلم يريد عليه الصلاة والسلام أن ذلك كله من أفعال الجاهلية وأهل الكفر التي ينهى عنها أهل الإسلام فمن صنع شيئا من ذلك فقد تشبه بغير أخلاق أهل الإسلام قالوا بأن عمار بن ياسر تقتله الفئة الباغية كما في الصحيحين تقتل عمارا الفئة الباغية وذلك كما في قصة بنائه المسجد عليه الصلاة والسلام قال حتى ذكر في قصة بناء المسجد من حديث بن عباس قال كنا نحمل لبنة لبنة وعمار اللبنتين لبنتين في حمل اللبنات لبناء مسجده عليه الصلاة والسلام فرأاه النبي صلى الله عليه وسلم فنفض التراب عنه وقال ويح عمار تقتله الفئة الباغية يدعوهم إلى الجنة ويدعونه إلى النار فقال عمار أعوذ بالله من الفتن وقد وقع ما كان فقتل عمار رضي الله عنه شهيدا في زمن الفتنة التي وقعت في أواخر زمن الخلافة الراشدة رضي الله عنهم جميعا قال المصنف وبأن هذه الأمة ستفترق وبأنه سيكون بينهم قتال أخبر عليه الصلاة والسلام أمته محذرا بأن اليهود افترقت على إحدى وسبعين فرقة وأن النصارى افترقت على ثنتين وسبعين فرقة قالوا ستفترق هذه الأمة على ثلاث وسبعين فرقة فأخبر بالافتراق لا أمرا بالوقوع بل إخبارا بما سيقع فكان ما أخبر به عليه الصلاة والسلام والقتال الذي نشب بين الأمة اختلافا وفتنة وتنازعا وشتاتا هو من الشؤم الذي ينالها بابتعادها عن هدي كتاب ربها وسنة نبيها عليه الصلاة والسلام وكل ذلك في سياق المغيبات التي تنبأ رسولنا صلى الله عليه وسلم بوقوعها وأنها كانت ولا تزال تقع تباعا هي في عداد المعجزات والآيات البينات التي جاء بها نبينا عليه الصلاة والسلام بقي في الفصل بقية نأتي عليها في مجلس ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى مستكثرين فيما بقي من ليلتنا وجمعتنا غدا من صلاتنا وسلامنا على الحبيب المصطفى صلى الله عليه وسلم تشتو بذكر نبينا الخفقات وبه يطيب الذكر والصلوات صلى عليك الله يا غي من همى فوق القلوب فحلت الرحمات اللهم صل وسلم وبارك عليه كما تحب أن يصلى ويسلم عليه وارزقنا إله بالصلاة والسلام عليه منازل الأبرار وذرجات المقربين في جناتك جنات النعيم واغفر لنا ولوالدنا ولجميع المسلمين اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما يا رب العالمين اللهم اجعل لنا ولأمة الإسلام جميعا من كل هم فرجا ومن كل ضيق مخرجا ومن كل بلاء عافية يا أرحم الراحمين ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وصل يا رب وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله رب العالمين